ثم انت من بعد انا نخذ الكريمة اشتركوا في القناة 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 وبه السلام على من اتبع العقل وانا بذل نقل وفكر عسلامة عسلامة شباب عسلامة بدر في راس جميع الكل المهمة عزول وبركاته عزول وبركاته وأكوش أول حاجة النقاش هذا متع إصلاح الإسلام من المفروض مش يحنا نعملوه من المفروض انه يمشوا يعملوه المسلمين يعني هذه معناتها مش مهمتنا احنا بش نصال الحول هم الخمج بتاعهم والفساد بتاعهم اللي عندهم هذه معناتها نقطة أولية في الحقيقة أنا فكرت في إصلاح الإسلام أول مرة قبل أكثر من 25 سنة تقريباً عندما كنت مسلم وعندما شفت الإسلام يعني مش مقبول لعقلية لمنطقية لأي طريقة متنجمش وقتها فكرت بش نصلح الإسلام يعني هذه نقطة أولياً احنا الآن كمعناتها لا دينيين بصفة عامة وملحيدين بصفة عامة يعني ترحنا الموضوع رغم اللي هو الموضوع ما يخصناش احنا ولكن احنا نحبوا نشاركوا بش نقصوا علينا المشاكل اللي موجودة في الإسلام هذا معناتها المشكلة مش في الإسلام بحد ذاتهم وفي المسلمين اللي يطبقوا في الإسلام متاحهم هذا بقى هذه هي نقطة أولى يعني هذه هي مشكلة المسلمين مش مشكلتنا احنا النقطة الثانية احنا متفقين كلادينيين ان ولا دين ما عدش يصلح لا الآن لا في المستقبل ولكن مع الأسف هناك أشخاص مزالوا متشبثين بالأجيال احنا لازمنا نتعاملوا معاهم على حسب الواقع اللي احنا فيه هذه نقطة نقطة ثانية النقطة الثالثة ما محذفناش لام التوراة لام الإنجيل المشكلة مش في الدين بحد ذاته هو الفكرة أو الدين أو المعتقد شنو الأهمية متاعه الأهمية متاعه بالأشخاص اللي يؤمنوا بيه يعني المشكلة في الإنسان مش في الفكرة بحد ذاتها هناك أفكار ما يؤمن بيهم حد مثلا النازية الآن اليوم نبيعة عدت قليل ما عادش تشكل خطر رغم إلي أفكار النازية وأفكار مع انت هتلر وكيفاء الكتاب مزال موجود ويطبع ومزال اللي عبيت تقرأ فيه ولكن شكون مزال يصدقه إذن احنا وقتا نتكلموا على الإصلاح نتكلموا على إصلاح عقول المسلمين مش يخدموا رب مخهم شوية هترتوى مثلا الأوروبيين عندهم التوراة قدامها اليهود عندهم الإنجيل متاعهم لكن يفكروا عندهم مخ أحنا المشكلة متاعنا ما هوش إصلاح الإسلام إصلاح عقول المسلمين هل يمكن إصلاح عقول المسلمين أم لا هذا السؤال الأول وناخذ ردكم من بعد نكمل الموضوع نظروا فهمتوني يعني من وقت شنو أقل بضبط جيد كانت أعتقد شفت حلقة البارحة صح كريم شفت مقاطعة منها شفت مقاطعة فكرة يعني تقريبا كلامك صحيح أنه لم يحدفوا شيئا ولم يصلحوا هم حجموا سلطة رجل الدين حجموا المسيحية يعني قفلوا عليها الأبوار هذا اللي حصل تولوا عقل شعوبهم يعني عقل شعوبهم يعني عقل شعوبهم والتي تنظر الأشياء بنظرة أخرى يعني العقل من الناس هي اللي التطورة أما الدين موجود كما تبلل فربعة مئة السنة كما تطور كما ما أنت موجود هذه حاجة نزيد نقطة أخرى نقطة أخرى اللي في الإسلام حتى في المسيحية فهم 20 ألف مذهب هناك مذاهب موجودة في الإسلام هذي كما نعتبروهاش من الإسلام موجود عدة مذاهب من الإسلام هذك ما هيش تسمى إصلاح هل مثلا الأحمدية لا ولا مثلا غيرها من المذاهب الإسلامية عندها القرآن واللكن ما الإسماعيلية عندها القرآن واللكن ما عنده حتى قيمة عندهم أو لزاليبيس العلويين ولا غيرهم ولا غيرهم إذن هذه هي معنات النقطة النقطة ثم مذاهب كثيرة من الإسلام نرجع النقطة اللي بكرتها أنا وقتها بديت بيش نصلح الإسلام قبل 25 سنة واترحت نظرية كيف يتم إسلاح الإسلام عندي نظرية عملتها اعتماد على قاعدة موجودة خطاك بيش تصلح الإسلام أنا وقتها كنت مسلم وقتا جيت نصلح في الإسلام لازمك تصلحه على حسب القواعد تاعه اللي موجودة فيه من أهم القواعد اللي موجودة في الإسلام وليه معناتها أوجدوها علماء الإسلام في أول بداية التنظير للفقه الإسلامي هي مسألة الناسخ والمنسوخ نحن نعرف أن هناك آيات تتلى وهي معناتها تتلى لفظا ومنسوخة حكما يعني فما آيات تقراها ولكن ما عندها حتى قيمة المسلم يشوفه أنا اعتماد على هذه القاعدة ما يسمى بقاء تلاوة ونسخ الحكم قمت بعملية تفديل للقواعد الإسلامية ولكن علماء المسلمين يرفضون كلياً معناتها هذه الطريقة لأنهم يعتمدون على قاعدة أخرى التي تقول لا ينسخ آية إلا آية أخرى يعني بقاء النص هو عبارة على هو ما حسب التفسير من العلماء من المسلمين يقول لك أنها بقاء اللفظ من الآية المنسوخة هو لكي إظهار رحمة الإسلام وكيفاش هو متدرش يعني هذه الحكمة ولكن نحن نجم معنات علماء المسلمين كان يحبوا نجم يقول لك الوضع تغير هذه الآيات القرآنية نسخة حكماً معاتش وضربوهن نسخة حكماً وقطع اليد نسخة حكماً واقتلوا المشركين نسخة حكماً ما غير ما نقوله لا نسخة أصلاً معاتش موجوداً ولكن مستحيل علماء المسلمين يقومون بهذه العملية إذن هوني شنوى الطريق اللي أمامنا الطريق اللي أمامنا مشكلة هل أول حاجة لماذا نريد أن نصلح الإسلام لماذا وشنوى المصلحة متاعنا المصلحة متاعنا أن ننجمون نعيش معهم خطر هون أشخاص ما ننجم يعيش معهم حتى إنسان عباد مسكرين في مخاخهم ما ننجمش تعيش معهم لكن لا مسيح إليه ذي لا بذي لا حتى البذيين اللي هما أكثر حد مسالمين خرجوهم من مخاخهم مرضوهم معاليفين إذن هوني المسألة متاع إسلاح الإسلام هي رأي مشكلة كبيرة هي نازمنا أول حاجة بدون سلطة مثلاً السعودية السعودية هيك عملت نجمون قولوا شوية إسلاحات والسلطة سلطة الحاكم والضغط على علماء الدين هو اللي يخلي الإسلام يتبدل في عقلية المسلمين هذا معانت أنا وجهة مبريد خطر ما تنجمش تجيط نقطة أخرى سامحوني نزيدنا عاوض بذكرها دي مسألتها أنا لماذا المسلمين متمسكين بإسلامهم ما ترحتش هذا السؤال ما تعلم أنت ما ترحتش ظايا exile fractions المسلمين متمسكين بإسلامهم أو شو تقول له كان علاش معانت وكيب معaf آي واحد كان مسلم يعرف ما علاش المسلمين متمسكين بإسلامهم ولو حتى ميتبقوش واحنا نعرفو 80% من المسلمين ميتبقوش في الإسلام متاحه لكن يقولك أنا مسلم ويدافع على الإسلام لأن الإسلام أصبح هو السلاح الوحيد لكي لا نمحى لكي لا ننتهي خطر تتصور شكون تولي واقف في وجه القوة العالمية فماشي قوة في العالم واقفة قدام الغرب وقدام قوة الغرب ومعنتها والجاباروت بتاع الغرب المسلمين هم واحدهم واقفين إذن أحنا كشعوب عريقة وعصيلة وعننا تاريخ متاعنا ملقيناش حاجة أخرى بشي نحاربوا بها الغرب غير الإسلام إذن شادين فيه بدينة وساقينة لكي لا نمحى على خطر تتصور أحنا كن نخرجوا من الإسلام انت هاي نرى حطها في بالك أحنا كن نخرجوا من الإسلام يعني كان شعوبنا الكلها تخرجوا من الإسلام نوليوا كيفنا كيف أمريكا كيف أوروبا تولي ما عدش عنا شخصية أصلاً أحنا معناش البديل معناش البديل وهذاك عليش هذاك في لا شعور بتاع المسلم إنه لنلاحظها حتى في أوروبا ولا وقتها يتمشي الأوروبا أول حاجة يتمسك بها العراقي ولا التونسي ولا المغربي وقتها يمشي الغرب شنين هي الإسلام لكي لا يذوب هذه هي النقطة المهمة خطر معناش بديل إذن خليني مع تنس مع ربكم على هذه المسائل من بعد نواصلوا الكلام بالضبط أصباح الإسلام هو الهوية الشخصية الشباب اللي عنده أي مداخلة مع الأخ كريم رفع الميوت وتفضله مساء خير أصداد كريم مساء خير رسال أصداد كريم أنا من متابعي ومن أحد تلاميذه يعني متابع قناته باستمرار التواضب أحب أفكار وأتفق معه معك كثير من الأمور اللي يفرحها أصداد كريم اليوم يعني يعتبر رمز أنه باعتباره أنه راح سافر سافر لإيران، سافر لسوريا، سافر لعدة الدول، شاف الإسلام من أكثر من جانب شاف الإسلام الشيعي، شاف ولاية الثقية، شاف الأمور كثيرة حضرتك أصداد كريم ذكرت أنه تقول بأن الحوار يجب أول نقطة ذكرتها تقول الحوار يجب أن يقوم به المسلمين ليس إلا المسلمين أصداد كريم اليوم المسلم لا يرى أي مشكلة أو أي خلل بالإسلام يرى المشكلة بالمسلم ذاته يعني اليوم المسلم يشوف أنه لا يوجد أي مشكلة بالإسلام كمنظومة يعترف أنه القرآن إلهي ومحمد رسوله باختلاف المتاقد فبما أنه لا يرى مشكلة فنماذا يطالب الإصلاح المسلم لحد ما يموت آخر ما مفت في حياته هو يعتقد أنه هو المذنب في حق الإسلام أما الإسلام في الشيء منظومة متكاملة فهي أول جزئية من الكلام اللي حضرتك تفضلت به أما بالنسبة تقول أنه الأديان لم تحذف لم تحذف أي شيء من كتبها كالإنجيل العهد القديم والعهد الجديد اليوم الكنيسة البت كان يعتبر أبسط مثال أعطيك قصة الخلق متعارضة في نظرية التطور قام يعتبرها أنه قصة الخلق نظرية رمزية فبدل يعني الأصلاحات شبناها موجودة صحيح أنه قصة الخلق في التوراة لكن اليوم المسيحي من ينظر إلى قصة الخلق في التوراة يعتبرها شيء رمزي أكس المسلم من يقول للقرآن أنه إحنا خلقناكم منطين اليوم مصمم الإنسان المسلم أنه هو مخلوق منطين وأبوه أمه هذا محواء وتناسله وصار هذا النسل من يصر هذا الكلام إلهي لا يمكن أن يزعزع هذا الشيء بتاكله هذه النقطة الثانية أما النقطة الثالثة تقول أنه أنت المذاهب الإسلامية كثيرة فأنت تقول مثلاً يعني افتهمت من ذلك أنه على سبيل المثال الصوفيين اليوم ما شوف من عندهم أي خطأ هل يضمن أستاذ كريم أنه هذا المسلم مني إجر في فترة من فترات وقعد فتح القرآن ولقى صورة التوبة على سبيل المثال وقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هذا المسلم شن الضمان أنه مستقبلاً يبقى كما هو صوفي أنا اليوم أعتبر المسلم وحضرتك أدرة سيد العارفين مثل ما يقولون المسلم عبارة عن قبلة موقوتة اللي احنا صحيح تعلمنا من المدارس الآيات المكية ما تعمقنا بالآيات المدنية لحد ما عبرنا مرحلة الأديان افتهمنا آيات القتل هاي أشياء ما كانوا علمونيها في المدارس لكن القرآن موجود في كل بيت إسلامي اليوم هذا المسلم شن الضمان أنه اليوم ما يفتح قرآنه وما نوى أنه يتقرب إلى الله بتطبيق شريعة الله أنا معاك في كل الأمور التي تذكرتهم ولكن أنا نظرتي دي الأمور تختلف عن نظرتي وآخر شيء تقول لماذا المسلمين يتمسكين بإسلامهم يعتبرون الإسلام اليوم جزء من هويتهم ومن يطلع أعتقد أستاذ كريم أنه الحضارة السومرية أنا أحكي لك منها أنا عراقي أفضل من الإسلام بآلاف المرات فإذا أريد أفتخر يعني كولي في الهوية اجتماعية بين الناس فالمفروض أنه أفتخر كأني سومر وحضرتك في افتخر كأنك أمازيغي أمازيغ المعروفين بصبرهم وبسالتهم فما أعتقد أنه الإسلام اليوم مطيق في الميزة مطاك إياها الأصل الأمازيغي هذا الحديث يطبق على المصريين أيضا الفراعنة على السوريين أيضا سرياني فأنا آسف على المطاولة بس أنا حبيت أرض عليك في النقاط اللي أنت حضرتك ذكذا فيما شكرا شكرا بالفعل نبدأ بالمثلة الأخيرة هي مسألة الهوية الأصلية السومرية والبابلية والفرعونية والأمازيغية المشكلة متاعنا أن شعوبنا مغيبين عن هذه الحضارة يعني عنده في فكره أن الإسلام هو الطريق الوحيد وهذه نقطة جدا مهمة لذكرها لو الشعوب متاعنا تعرف تاريخها كالفرعوني يعتز بالماضي متاعه والعراقي يعتز بالماضي متاعه والسوري يعتز بالماضي متاعه والأمازيغي يعتز بالماضي متاعه طيو يعرف اللي هو ينجم يجيب حضارة بالنسبة ليه اللي تلقمه هو تنجم تنافس الغرب في الإنسانية بدون أن يظمى حلوة ينتهي ولكن أحنا رباونا أن عزتنا بالإسلام ما غير الإسلام انتهينا كله هذه معنطها النقطة النقطة الثانية بالنسبة للمذهب الأخرى الموجودة هناك مثلا المذهب الأبابي اللي هو كان عنيه في وقت من الأوقات ولكن الآن المذهب الأبابي أنت تعرف مع أنت سلطانة عمان وعمرك ما تلقى واحد من سلطانة عمان يمشي يعمل عملية انتحارية مستحيل ما عندهمش عنف عمان أو مثلا الأبابيين في غربايا في تزار ولا في تونس ولا في ليبيا ناس مسالمين الأقصى درجة علاش مع أنت مسالمين على خطر نظام التعليمي متاحهم الصغرى يعلموهم على التسامح التربية التربية مع أنت عمرك ما تلقى واحد أبابي يكراش القرآن مئة مرة يولي إرهابه مستحيل هل القرآن دور في تربية؟ الأبابيين القرآن يغذلوا له غزرة أخرى نظرة أخرى مع عندهمش نفس النظرة كيما القرآن اللي يقراه المسلم يعني التربية متاحهم تربية أخرى الجوارش الآن أهل الأبابيين القبل كانوا معانفين أما الآن الأبابيين مثلا في عمان امشي يشوف نظام التربية في عمان التربية ما يسمى عندهمش ما عندهمش تربية إسلامية عندهم تربية أدhead تدخل المسجد في عمان تجم تصلي شافعي مالكي أباضي ليه حب أنت من الصغرى متاحهم يربيوهم أحنا المشكلة متاعنا أنهم يربيونا على قرآن عنيف يعلمون القرى يعلمون البغض أحنا المشكلة متاعنا السيستام متاعنا متاع التربية هو سيستام غالط أصلا في جميع الدول المتكلمة بالعربية أنا أكد لك المثلة هذه النقطة جدا مهمة هو التربية في الصغر عندما أنت تربي لولي التربية سليمة ولو حتى تخلينه الإسلام كهوية فقط وقت يقرى القرآن ما يقراهش كما إنسان تربى في تربية لكلها عنف عنف أبوه أمه الحاكم يضرب فيه الجميع الكل يضرب فيه شيء طبيعي بش يطلع عنه يشوف الغرب عدو كذا كذا هذا هو التفكير ومع العروبة ومع الفكر المتخلق بالنسبة للنقطة المسيحية هنا نقطة ذكرتها ياسر مهمة وهي دور علماء الدين دور علماء الدين احنا علماء الدين شي علمونا يعلمونا كان الكرة ولعنة الله على الكفار وكذا يعني علمونا الحق هنا لازم علماء الدين يوقع عليهم ضغوطات خطر الإسلام كان بش يتصلح أو بش يتصلح العقلية بتاعه لازم علماء الدين يوقع ضغط عليهم أكبر مفرق للأرهاب هو الأزهر وقم ونجف وغيرهم هادهم هما اللي لازم السلطة تحط عليهم يدها ولازم العلماء اللي ينشروا البغض والكره كما عملت السعودية أخيراً صرحت أكثر من ألفين عالم انتع مثلاً تقيادة السيارة وغيرها المتعاصبية لكل نحاتهم فما هناك إرادة في السعودية الآن صحيح صحيح اللي معمت العمل اللي عملته السعودية يتسمى لا شيء ولكن على الأقل خطوة صغيرة خطرة احنا لازمنا ننساوش حاجة احنا عايشين في عالم إسلامي هذوم المسلمين اللي تسمى فيهم اللي معمت كي انت تسكر عليهم كل البيبال وتقول لهم الإسلام لا يمكن أن يصلح طو مثلاً نفهم المسيحي كيقول الإسلام لا يصلح عندهم ميولات معمتها للغرب كلياً أنا ما عنديش اتجاه غربي أنا نحب بلادي حب وطني أقرب للشرق الأوسط من أوروبا فكرياً إذن علاش خطرة ذاية تاريخ يش معنى تاريخ ولغة وياسر الشاب الأشخاص اللي يقول لك الإسلام ما يتصلحش كيما المسيح هذوم ما عندهم غاية في نفسي عقوب خطر يحبوا يصدروا المسيحية متاحهم للدول المتاعية نفهمهم والإنسان اللي يقول الإسلام ما يتصلحش هو إنسان بالنسبة لي كان ما يقدمش بديل من أجل الحفاظ على الهوية بتاعنا كما قال الأخ مع أنت الحضارة السومارية الحضارة البابلية الحضارة الفرعونية أنا بالنسبة لي مع أنت كان ما يقدمش بديل بش نواجه الغرب كحضارة مستقلة كيان قائم بذاته بالنسبة لي ويقول مع أنت الإسلام ما يتصلحش يعني كأنه يرمي بنا للتحركة بش نتمحاوه ونوليه ما عادش معاتش عنا حتى الشخصية هذه النقطة المهمة مع أنت جدا وأنا نتصور نتصور مع أنت كان أحنا نتقرب ما يسموا مش المعتدلين وإنما المصلحين المصلحين خطر على الأقل قدش من واحد سال والأخوة خرج من الإسلام عن طريق عدنان إبراهيم قدش من واحد على خاطر المسلة هي توعية العقل العقل هذه هي النقطة المهمة يعني ليس إسلاح الإسلام وإنما إسلاح العقل لا أذكرين تحقيبا على كلامك وأتيح الفرصة للموجودين بالنسبة لللي ذكرته صحيح 100% لكن هذا ما يمنع من وجود حركات تبشيرية بالإسلام تظهر بين فترة الفترة يعني كنا نعرف تاريخ العراق في فترة السبعينات تاريخ إيران في نفس الفترة الزمنية تاريخ مصر كان بعيد عن الدين هذا لا يعني أنه في مأمن يجي للسنفي يريد يرجع شريعة الله اللي موجودة بالقرآن فالإسلام مر خلال 1400 سنة حتى المذاهب اليوم نعرفها وانت سيد العارفينين دارس الفترة إنه ظهرت لغرض إصلاح الإسلام المذاهب الأربعة الموجودة ظهرت لأجل إصلاح الإسلام وما نجحت بهذا الشيء والدليل إنه بعد ألف سنة من ظهور هاي المذاهب اليوم نشوف لحادثة امتحاريين وفتجيريين لأنه القرآن نفسه موجود أنا هم أيضا دارس علوه الإسلامية اللي تعلمت بعلوه الإسلامية إنه تفسير القرآن لا يحمل يعني تعلمناه توجد عدة مدارس لتفسير القرآن أكو تفسير القرآن بالقرآن أكو تفسير القرآن حسب الشعر الجاهلي أكو تفسير القرآن حسب البسرين يعني الإسلام كما مظلومة وفتح حماية النفس القرآن بإصلاح بأنه يحمل أكثر من وجه نقدر أنه اليوم أنا أقدر اليوم صاحب فدمرجع أو مذهب إسلامي كحال عدنان إبراهيم يمتح العديد من الموجودين اليوم ودالت وراها مع أنتها هدف سياسي لو نشوف مثلا في عهد ابن تيمية في عهد دولة العباسية أو في عهد ظهور الوهابيين بإرادة بريطانية أنه تم إحياء المذهب السلفي لمحاربة ما يسمى الإمبراطورية العثمانية وتم إعادة هذا المذهب السلفي مع العروبة مع أنتها في السنوات الأخيرة بعد ما يسمى بالاستقلال نحن نلاحظوا أنه هناك مشكلة كبيرة في الإسلام التي تختلف على كل الأديان الأخرى الإسلام التداخل السياسي مع أن تفهم تداخل سياسي عقائي طو مثلا كما النازية وقت طاح هتلر انتهت يعني حتى ولو فهم بعض النازيين اليوم يعني حكاية فارغة لماذا؟ لأنه ليس هناك الجانب العقائي والإسلام فيه الجانب العقائي هذه هي المشكلة التي تخلي ديما ترجع مسألة ما يسمى العودة للإسلام السلامي لهذا يجب منع الإسلام السياسي كليا أنا متفق معك في مسألة الإسلام السياسي ممنوع أصلا هذه نقطة جدا مهمة تفضل للأخير تحية الحرية بالنسبة لهالموضوع هذا تحياتي لكم جميعا بداية لازم احنا نركز بموضوع مهم جدا أنه الإسلام بالنهاية هو دين والدين نحن كلا دينيين منقول أنه صناعة بشرية طالما أنت عم تقول الإسلام لا يصلح أنت عم تعترف أنه هو دين الله كيف صناعة بشرية ما بين صلح طالما الإنسان هو صنعه أصلا بيقدر يسيره بأي طريقة كانت أنت لما عم تقول ما فيش يصلح الإسلام أنت هنا عم تقول الإسلام صح هاي مشكلة يعني لازم ننتبه لها اليوم اليوم إحنا إذا بننظر مثلا المسيحيين بعد خمسمائة سنة من الإصلاح بشكل عام هم علمانيين رائعين يتعايش معهم كل شيء وحتى يمشوا النصوص بما ينسجم مع العلم ولكن نحن إذا منلاحظ مثلا لما حصل تفجير بمكان المثليين في أمريكا وطلع قص وانبسط كثير وأنا يعني أحييه لهذا الشخص اللي يفجر نفسه وإلى آخري بس هو كمسيحي مش قادر يعمل الشيء هذا راح تقوله هو قلي هدول الناس ليك صحيح ولكن القصد إيش بعد خمسمائة سنة من الإصلاح في عندك قلة متشددين فتخيل كيف كان الوضع من خمسمائة سنة بالنسبة لهم هذا دين التسامح تخيل قبل خمسمائة سنة كيف كان الوضع فما الذي يمنع أنه يحصل نفس الشيء بالإسلام بس مع شخص راح يقول النصوص نعم أنا وأيدها الشيء أنا عن نفسي كملحد أو كلاديني أنا مهمتي بصراحة هدم الإسلام أو هدم الخرافة أنا عندي مشكلة مع الخرافة ممكن أنظر ضد الإسلام ضد أي دين أنه هو خرافة ممكن أشرح أصلا أنه هو أرهاب نفيش مشكلة ولكن زميلي المسلم اللي شايف أنه الوضع غلط وشايف أنه هو قادر يصلح الإسلام هل أنا بقل له لا ما تصلح الإسلام إحنا بدنا ياكن تأتلونا تعالوا أتلونا ولا أنا بيجي بقل له لا ما عليش أصلح الإسلام يعني أنا لما يجيني شخص مثلا فيه شخص وصل لمرحلة من الأصلاح بالنسبة للفكر الإسلامي عنده ومقتنع هو بيقول لك أنه أصلا المشروب مش حرام يعني هاي الآيات لا تدل على الحرمانية رجسل عمل الشيطان ما ذكر التحريم يعني تخيلوا لأي درجة يعني صار اللعب في النصوص فأنا هذا بقل له تعالي شراب معاي وننبسط وكذا ولا بقل له لا الآية غلط وتعالي فجرني وقتلني وكذا وأنا كافر يعني أنا إيش اللي بدي إياه يعني هل أنا بدي إياهم يتركوا الإسلام ولا بدي إياهم ينصلح حالهم ولا بدي إياهم إرهابيين أنا بدي إياهم يا أما يتركوا الإسلام يا أما ينصلح حالهم ما بدي إياهم إرهابيين فلذلك بدعم الناس اللي بيحاولوا ينصلحوا يعني ليش ليش هذا التشدر للأمر هذا يعني فهاي بالنسبة لها النقطة هاي يعني وبالنسبة للمذاهب والفرق وما شابه وكذا كان في كلمة حلوة كتير حكاها علي بن أبي طالب إذا حدا لاحظها يعني بيقولك القرآن حمال وعجو هاي الكلمة جدا جدا رائعة على فكرة وبما كانها القرآن حمال وعجو يعني إيش يعني أنت عندك مثلا رحاطي مثال أنا لما قدامي مثلا برتقال وتفاح أنا قلت أنا لا أحب البرتقال ممكن أنت تفهم أنه في رئاس لا يحب لا البرتقال ولا التفاح ممكن تفهمها لا يحب البرتقال فهو يحب التفاح معني أنا ما حكيتش ليش؟ لأنه اللغة مطاطة خاصة اللغة العربية مطاطة بشكل ممكن تفهمها بأي شكل كان هاي بالنسبة كتفسير والمصوص وبالتالي انت فعلا ممكن أنك تفسر النصوص بأي شكل كان هاي بالنسبة كتفسير وبالنسبة إذا بدنا ناخد معاني الآيات كما هي يعني نفترض راح ناخد الآيات كما هي نعم فعلا قتله وجهاد وكذا كما هو القرآن ايضا ما في مشكلة ما في مشكلة اليهود اليوم مثلا بيعتقدوا انه أبياء بني إسرائيل كانوا مجرمين وسفاحين وإلى آخرين بيقلك اه فعلا هم بعملوا هيك بس هذا شيء مرتبط بزمانهم العادات والتقايل ولكذا كانت تنسجم مع هيك أمور احنا أبناء اليوم ولذلك عندهم التلموت دايما والتجديد ولكذا بالنسبة للتشريع فصار الأمر تشريعي بالنسبة للبشر طيب أوكي ليش ما المسلمين نفسهم يعملوا زي أنا بشكوا أستاذ كريم ذكر شغلي بالنسبة للشيعة انه بفترة الغيبة أنا كنت شيعي طبعا بفترة من فترة بالنسبة للغيبة الأحكام كلها مرفوعة ليش لأنه بيقول لك لازم معصوم يطبق لهم طيب شو المشكلة انه المسلمين يعني مش إحنا اللي نقنعهم لا المسلمين الإصلاحيين يحاولوا يقنعوا المسلمين أنه يا أخي نعم محمد فعل كذا وحصل كذا بذلك الزمان وإلى آخري بس هذا شيء مختص بزمانهم ليش لأنه الآيات نزلت بأحداث معينة أنت كيف تيجي بتاخد هاي الأحداث بتطبقها اليوم؟ ممكن أصلا حتى يحاولوا الموضوع يقلبوا الطاولة عليهم يقولوا لهم لا أنتوا إذا بتاخدوا هاي الأيات بتطبقوها اليوم أنتوا عم تخالفوا شراء الله شلون شراء الله نزل بيدك الزمن أنت تطبقوا اليوم؟ فراس هل أنت موافق جزئيا على إمكانية إصلاح الإسلام؟ لا، بظن، أوكي أنا عارف أن أمير مستحيل يعني لا أؤمن بس أنا عارز رأيك أنا أقول صعب ولكن ليس مستحيل إطلاقنا ليس مستحيل ممكن أختلف شوي مع أستاذ كريم بتفاصيل أو ممكن لا خلي تأكد من موجود الأخ بدر إذا عنده مداخلة بدر إذا سامعنا لو سمحت ترفع الميوت نعم عزيزي نعم طبعا تحياتي لك وتحياتي للمفكر الكبير الأستاذ محمد كريم العبيدي تحياتي للأستاذ عمير وتحياتي للأستاذ فراس في الواقع الأصلاح الديني يعني هناك فرق ما بين عقيدة دينية وما بين عقيدة تؤمن بآيدولوجية سياسية قبل أكثر ما يقارب من خمسمائة سنة حصلت هناك عمليات إصلاح ديني في أوروبا وابتدأت في البداية على يد مارتل لوثر وبعدها ظهور الفلاسفة الليبراليين والنظريات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتدريجيا شيئا فشيئا تم تحويل الأنظمة من أنظمة دينية إلى أنظمة مدنية وهنا أعطيت الأولوية أو ليس الأولوية بل إنما الفرضية للإنسان في أن يصنع القانون وأن ينتج القوانين وأثبت هذا الشيء نجاحا طبعا بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكيف هذا القانون رغم فيه القليل من الأخطاء لكن هو أغلبية قانون أثبت فيه الإنسان على أنه هو قادر على أن يأسس قانون يمكن من خلاله أن يبني حياة هادئة وسعيدة للبشرية يوفر الحرية ويوفر الأمال لبني البشر وهذا ما يحصل الآن لكن هذا الأمر سبب بأن أغلبية الأوروبيين الموجودين وحركة الإصلاحيين طلقت من أوروبا لكن أغلبية الأوروبيين هم من المسيح المسيح هو أساسا عامل ديني روحي وليس عامل سياسي الفرق أو المقارنة وجه المقارنة ما بين المسيح وما بين الإسلام أن المسيح هو عامل ديني روحي فقط متكرس على العبادة نعم هناك وصايا عشرة لكن هذه تعتبر مسائل شخصية يعني مجرد أمور عبادية دينية روحية لا أكثر أما الإسلام حينما جاء لا جاء عن طريق سيف عن طريق غزوات عن طريق فتوحات وأيضا في نفس الوقت هناك قوانين رغم ما هي قوانين بسيطة لكن نقول عليها قوانين سياسية واقتصادية وقانونية وسياسية في نفس الوقت في القرآن مثلا المرتد قتلى واجب شرعا واجب قانون إذن أصبح هنا قانون السارق تقطع إيدها واجب قانون رجم الجلد للزاني لشارب الخمر حكم قاطع الصلاة إذن هناك قانون إذن وثيقة المدينة نرى ونجد وثيقة المدينة إذن الإسلام منهج سياسي أنا الآن حينما أشاهد وأرى أن هذا القانون هو لا يتطابق مع الزمن وعلى عصر الحال الذي نحن نعيش فيه لا نريد إصلاح هذا القانون إحنا إذا قمنا بإجراء إصلاحات على هذا القانون على القانون الإسلامي راح نرتكب خطأ أكبر سنقوم بإصلاح هذا القانون هناك الكثير الآن من رواد الحداثة ودعاة الحداثة مثل عدنان إبراهيم وغيرهم وغيرهم وحسن المالك أيضا كان عندهم أمور يدعون إلى إصلاح الإسلام لديهم مقالات لديهم كتابات لديهم لقاءات فيديوهات يطالبون بإصلاح الإسلام الحقيقة المشكلة الكبرى أن هؤلاء يفعلون أمر أخطر بكثير من التطرف لماذا؟ لأنه هو يصلح الإسلام يعني هو يريد هو يؤمن بسلطة الدولة الدينية ولكن يصلح الإسلام لكن يريد البقاء الاستمرار على البقاء على الدين هذه المشكلة يعني هو يريد البقاء على الدين يريد رمانية البقاء على الدين نحن الآن هدفنا هو فصل الدين على السياسة ليس هدفنا هو الإصلاح أنا ما يهمني الآن القرآن شينوبي من أخطاء من أشياء لا تتعارض مثلا أشياء تتعارض مع الحريات الفردية والعامة أو أشياء تتعارض مع حقوق الإنسان أو ألخ من هذه الأمور أنا لا يهمني الآن أنا الآن ما يهمني في هذا العصر هو كيفية فصل الدين عن السياسة وكيفية جعل الدين في الأماكن الخاصة وهو المساجد والكنائس والأضرحة وجعل الدولة لرجال القانون والمختصين أنا الآن شنو هدفي كلا ديني أو كمفقب على كل لا ديني كإنسان حر لدي وجهة نظر سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ما هي الفائدة حينما تكون هناك إصلاحات دينية أن الفائدة هو فرض العلمانية على المواطن سميها ما شئتم أن تفرض بالقوة بأي طريقة من الطرق لا يهم هي أن تفرض العلمانية حينما تفرض العلمانية كل هذه القوانين حينما المواطن حتى هؤلاء المسلمين المتطرفين المتزمتين حينما يتذوقوا طعم العلمانية ويروا العلمانية من حريات وحقوق الإنسان وتوفير عدالة اجتماعية وتوفير فرص عمل وإلى آخره من هذه الأمور شيئا فشيئا يتلذذ بالعلمانية وشيئا فشيئا رويدا رويدا يبتعد عن القوانين الدينية بالتالي يجمد الدين تضعف سلطة الدينية يتحول من سلطة سياسية وقيادية تسيطر على عقول الأفراد والمجتمعات إلى عامل ديني عامل روحي فقط يكون محصور فقط في الأماكن الخاصة فبالتالي أنا أرى من وجهة نظري الخاصة مع الاحترام الشديد لوجهات النظر الآخرين إن هذا الأمر يعود إلى تطبيق العلمانية إذا ما نجحت الأنظمة في تطبيق نظام علماني محبب عند المواطنين وتحاول أن تكون الدولة والأنظمة جذب للمواطنين توفر لهم فرص العمل تتثقفهم الثقافة العلمانية تعطيهم فكر علماني محاولة أيضا تطبيق القانون بالقوة الآن رجل الدين إذا يجلس الآن على المنبر ويتكلم كلام يتعارض مع حقوق الإنسان الآن وسائل الإعلام هذا يسميها أصلاح أنا أفضل أن أصلح القرآن وأصلح الدين أنا أحارب التطرف سياسيا الآن الإعلام بيد من الأقمار الصناعية وسائل التواصل الاجتماعي هي في يد الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا لكن أنظر الآن إلى وسائل الإعلام أنظر إلى كم فضائية للإسلاميين كم فضائية لحزب الله كم فضائية لحماس من الذي يعطي ترددات وتراخيص أقمار صناعية من هذه الشركة التي تعطي الترخيص لحركة حماس أن تشعلها خمس محطات فضائية حزب الله منظمة محظورة دوليا الأمم المتحدة صادقت وجعلت حزب الله من المنظمات المحظورة دوليا ضمن لايحة الأرهاب لكن أنظر إلى حزب الله عشرات المحطات الفضائية يمتلك بالإضافة إلى المواقع على شبكات الإنترنت إذن من المسؤول هنا؟ من المسؤول؟ من أين تكون هنا؟ أين أماكن مواقع التواصل الاجتماعي؟ وبنفس الوقت أغلقت قناة جسور أربع مرات لمدة سنة ونصف شكراً لكم داخلتنا طبعاً أخذ جولة ثانية راح تكون أسئلتكم نرجع لأخونا كريم وكريم للسؤال صراحة لما الأخوان كانوا يتكلمون من كانت تمكنت دول التحالف وإنقلتها وفرنسا بالذات من إسقاط الدولة الخلافة عام 1924 وإسقاطها وإنهاها لها ما هي الآليات اللي استفدموها حيتمكنوا من إسقاط هذا الوحش الجبار في ذلك الهين سؤال لي هذا؟ نعم سيدي عاود سؤال ما زمعتوش مليح كان فما تقشغيش في الوحي تعرف بعد الحرب العالمية الأولى سقطت الخلافة العثمانية وقسمت بلاد المسلمين وبلاد الخلافة لدولات اللي نعرفها الآن وسيطر عليها إنقلتر وفرنسا وانتهى شبح ووحش الخلافة ما الآليات اللي استفدمتها إنقلتر أو فرنسا أو دول التحالف بإنهاء سلطة رجال الدين والخلافة ليس سلطة رجال الدين بل سلطة السياسة متع الإمبراطورية العثمانية الإمبراطورية العثمانية عندما حكمت العالم ما يسمى بين قوسين الإسلامي أول حاجة لازم كتلاحظ حاجة إن الإمبراطورية العثمانية عزلت عزلت المسلمين عن الإسلام كانت تشجع الصوفية وكانت تشجع الدراويش وكانت تشجع يعني عدة أشياء بشتبعد يعني على مع أنت رجعت الإسلام سياسة فقط فهمت يعني لو تشوفوا مع أنت الإمبراطورية العثمانية كان الهدف متاحها جيوش سياسة فقط فهمت الغرب شنو أعمل هو الذي أحيا ما يسمى خطرهم النرومان مع أنت من المفروض العثمانيين ليس عرب ونحن نعرف أن الخلافة بالمسلمين هي من قريش يعني لازم ما تكون من قريش ما تكونش عند الأتراك لهذا تم الغرب عن طريق بريطانيا أحياء ما يسمى بالإسلام السلفي من أجل القضاء على الإمبراطورية العثمانية هذا شنوها قامت في الحقيقة الإسلام اللي عايشين وتوى يعني ما يسمى أنا بالنسبة لي هو أحياء للوحش للوحش الإسلامي واللي هو متورط فيه الغرب وهنا نرجع لكلام بدر قال جدا كلمة مهمة على أن هذوم الساكيريتات وهذوم الواحد كل شكون يعطي فيهم في الرخص شكون يعطي فيهم في الرخص الإسلام السياسي فين أحنا وتخرجت دول فرنسا أو بريطانيا من دولنا دولنا كانت متقدمة أين ذاهبوا ما يسمى المعارضين أخوان المسلمين فين كبروا أليس في أوروبا أليس لم يأخذوا الإمكانيات في أوروبا من فين جان الإرهاد جان الإرهاد خميني فين كان كان في فرنسا إذن هوم الأوروبيين ماذا بيهم نبقوا على الإسلام ماذا بيهم نبقوا على الإسلام لأن مدام أحنا باقين على الإسلام ما نش بيش نتفطنوا الأصولنا والحضارتنا واللي أحنا جبنا وجبنا 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 واللي كنا متفوقين في عدد أشياء هوم ماذا بيهم نبقوا في الإسلام يأما يعني يقضيوا علينا كليا يأما يخليونا في الظل والإهانة اللي عايشين فيها الآن أحنا المشكلة المتاعنا ذاك علاش قبل ما نزيد من جاوب فدر نرجع للأخ فراس فراس قال كلمة جدا مهمة وهي مع أنت لم أنتبه إليها أنا هي أحنا كملحدين عندما نقوله الإسلام لا يصلح يعني عبارة اعتراف أن الإسلام يعني هو الحق بالحكس مع تأذيك كلمة مع تليقالة مع تفكرة جدا مهمة نحن كلادينيين لازمنا نشجعوا على الإسلام نحن متفقين كلادينيين أن الإسلام ما يصلح لشيء والأديان الكل ما تصلح لشيء ولكن نحن متأكدين أن المسلم وقت يتصلح شوية يمكن يوصل يتطور ويمكن يوصل يتعايش معنا ويمكن يوصل يقبلنا ويمكن يوصل يسمعنا كي نحن ننصبول العاداء كاملحيين عليش احنا مكروهين؟ مكروهين على خطر احنا ماخذين هذه هي نقطة مهمة مع انتها سيدة انا نناقش مع المسلمين انا كملحد عندي علاقة كبيرة مع الاسلامين سيدة اللي انهم كانوا اصدقائي وكانوا وكذا دي ما يقولوني مسألة مع انتها مهمة يقولوني الملحدين موالين للغرب موالين للعادونة احنا نحرب فيهم لانهم خوانة مش نحرب فيهم على خطر ملحدين نحرب فيهم على خطر خوانة خطر يحبوا دولنا تستعمر يحبوا هويتنا تتنحى يحبوا يقضيب علينا هنا نرجع الاخ بدر نقطة قالها قالك اننا مع انت الاسلام مربوط بالسياسة ولازمنا نفرض العلمانية صدقني يا بدر تركيا وقت الترك اللي عاملوا بفرض العلمانية امشي يشوف تركيا طوالان يعني فرض بالقوة عمره ما كان نتيجة وفرض العلمانية بالقوة عمره ما كان نتيجة لازمك تطور لازم المسلم يفهم اللي انتي مكش عدو اللي انتي مع انت تقبله كما هو اللي هو مع انت أنا مثلا نجي نحكي مع واحد مسلم عمري ما نطلب منه بشي والي ملحد نطلب منه بشي يقبلني كملحد وانا نقبله كمسلم يعني هنا عملنا خطوة كبيرة ما نصبتش العداء من الأول قطل كي ننصب العداء والي ما عادش يسمعني عصلا ما عادش يسمعني وما عادش يتكلمني اذاك عليش مع انتني خلفي رأس ياسر مهم انا كواحد مسلم يجي قل لي مثلا عنده تفسير للخمر او عنده تفسير للزناة ولا غيره عليش يقول له لا اللي اسبق تطبق اسلامك مش معقول هذا اذا انا ما مش نتفق مع بدر انها مثلا تفرض بالقوة وهذا الشي حب يعمل للغربنا الغرب يحب يفرض علينا بالقوة وانا اول واحد ضد القوة فهمتك ضد القوة لازم المسلم يفهم يفهم قال لي لازم يتعايش راني انا اخوه وانتي يخوه فهمتك هذه هي المشكلة الكبيرة اما بالنسبة للسياسة انا متفق معك في السياسة صحيح انها مسألة هدية كبيرة جدا ان الاسلام ياسر مربوط بالسياسة حتى المسيحية المسيحية كانت مربوطة بالسياسة زدها هي يعني الكنيزة كانت عندها سلطة ولكن هما فصلوا ولكن هما عندهم يعني تمت العملية مش كما الاسلام كما المسيحية منجموش القارن والاسلام بالمسيحية انتم مسلمين تعرفوا شنو الاسلام فاش نتربى وعليه اذا الاسلام هو انفسمت نفسه ونكبروا عليه ومعنى كل شي يدخل في حياتنا الكل هذه هي المشكلة الكبيرة انا منشى موافق بدر على انه نفرض العلمانية بالقوة بل مع رأي فراس لازمنا نشجع احنا كملحدين لتطوير وفهم كما قال معنى القرآن عنده عدة اوجه يسيدي تشوف قرانا كاكا ممتاز فريمان في طراحة من اخونا فريمان يحكي ماليزيا دولة اسلامية ولكنها متقدمة اكثر من اوروبا لماذا؟ شو رأيك بالماليزيا ولماذا متقدمة مع العلم انها اسلامية؟ فما حاجة مهمة جدا هي انها اللغة العربية عندها دخل بالاسلام كبير انت افغانستان وتجوها مع انت ما يسمى المجاهدين من الدول العربية ودخلوها الوهابيين وكل شيء يعني العربية عندها تأثير كبير هذه مع انت النقطة جدا مهمة يعني مش كما عفوا ما فهمتش هل قصده لغة العربية نعم نعم القرآن اللغة العربية هي لغة القرآن يعني الانسان يبدأ يتكلم باللغة العربية اقرب للاسلام اقرب للاسلام من الانسان ما يتكلمش باللغة العربية هذا الشيء طبيعي وبالنسبة للماليزيا دي كحالة اخرى ماليزيا احنا نعرف ماليزيا واندونيسيا زدها اندونيسيا نفس الشيء يعني النجم نقوله احنا ما عندهمش تاريخ كبير كما مثلا احنا يعني كما نقوله خضعوا للغرب يعني الحكومات متاحهم كانوا يعني والشعوب متاحهم كانت تحب تعيش احنا رأوا المشكلة متاحنا عنا صراع حضارة مع الغرب صراع وجود احنا ما نشكي ما كوريا الجنوبية ما نشكي ما اليابان احنا لا احنا عنا تاريخ متاع 20 ألف سنة جيه طوى منه انا انسان جدود 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 هم اللي خلقوا الكتابة هم اللي عملوا الدنيا الكل انت جيه طوى تحكم فيها هادي المشكلة هادي المشكلة يعني مثلا الكرامة عنا انا هادا جو اذا بالنسبة للاخ بدر انا ما نش متفق معاه بالعكس انا نشوف احنا كلادينيين لازمنا نشجعوا المسلمين بش يطوروا اسلامهم ومعنطي يقرأوا الاسلام تحهم طريقة اخرى واهم شيء بالتعايش معنا والتعايش مع العالم هذا معنطي نشوف انا شخصيا معنطي نشوف رأيكم دوما بالموضوع في سؤال من بلدياتك من اخ حلمي يحكي هل الواجب المقدس الموجود في الاسلام سينهار تدريجيا بواسطة نقدنا للاديان وخاصة الاسلام هل تكفي اعمالنا على النت لانهاء هذا الواجب المقدس الاسلام لو يسقط الاسلام تسقط كل الادين في العالم هو اخر حجرة وانا نقول يعني الغرب جاب الحضارة وجاب المدنية وجاب كل شيء واحنا المسلمين يعني من اصل مسلم حطها في بالك احنا ليش ننقل البشرية الى الانسانية الحقيقية خطر احنا عاطفيين ظهر احنا معنطا مهما كنا صدقني ما نعرش كم اشخاص يعني انت تعيش في امريكا يعني تعيش في امريكا الغرب عنده طبيعة اخرى انا ما نشلو فيه احنا عنا طبيعة اخرى مش كيف كيف احنا انسانيتنا وقتا نكونوا انسانيين ونكونوا انسانيين بالفعل وهو وقتا يكون انساني يكوني مسكي يكوني يعني ظهر خطر القانون يمنعو اما عندك النظرة الفوقية انك خير من العباب احنا ما عناش النظرة هذه احنا مثل انسان كي يدخل فينا ويدخل في عائدتنا نحبوه كيف انفسنا هذه طبيعة موجودة فينا في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقي اذا بالنسبة للعمل انا ما نقولش نوقفه نقضي الاسلام ونتوجهه نحو اسلاح الاسلام هذيك الاسلاح الاسلام مش شغلنا احنا بش نقضيه نحاربه الاسلام بكل الطرق ونحاربه الاسلام ما يسمى المتفتح نحاربه زادا اللي يقول لك مثلا الضرب مش بالبونيا الضرب سواك نحاربه زادا نقوله الضرب ممنوع اصلا يعني احنا وتنقوله احنا معا اصلاح الاسلام ليس يعني انا بش نتوقف النقد الاسلام بل يجب مواصلة للنقد الاسلام ونقد المسلحين نفسهم هذي مع انت وجهة نظري والاسلام سوف يسقط والاديال الكل سوف تسقط رعه وديه مع انت مسألة لن يتحجح فيها احنا نبحث في حل الان ممكن تعليق سريع سيدة كريم سيدة كريم بس انا موافقك طبعا كما شفت بالمداخلة سابقة بالفكرة العامة بس في تفصيل معين يعني يمكن تعليق او اختلاف او اي شيء بالنسبة للسياسة يعني انا مثلا شخص اعيش في الغرب مثلا بدنا نقول كيف بدنا نقول انه احنا فعلا لا يجوز اننا نيجي نصير زي بدون اي كرامة بدون اي حضارة بدون اي شيء يعني يخصنا يعني انا معاك بالقصة ولكن بالنسبة انه الغرب هو السبب في كذا وكذا وكذا لازم احنا نفهم او انا حسب رأيي يعني انه كل دول العالم يعني تشتغل لمصالحها يعني كما الغرب مثلا تحارب مثلا في بطريقة ما دول اخرى يعني كما الدول الاخرى تحارب الغرب اقتصاديا الى اخرى كذا فكري فالفكرة ايش انا مش مستعد انا كفراس يعني اني اكره الغرب او اكره اي شيء في الغرب او او اتهمه بتراجعنا وكذا وإلى اخره كونه انه هو فعال كذا لانه كل دول العالم تفعل نفس الشيء فهي فكرة مهمة بالنسبة للحضارة يعني انا برأيي انه لا اكيد الاسلام مش شرف انه الشخص الشرق الاوسطي والشمال الافريقي انه يضل انه ايش انه انا مسلم او ثقافتي اسلامية او ما شبه ذلك لانه احنا عنا ثقافاتنا الخاصة يعني احنا مثلا انا اعود نفسي من الهلال الخصيب يعني العراق والسوريا هي هلال الخصيب باي منطقة قديمة اقدم حضارة في التاريخ يعني انا بالنسبة الي لما موجودهم بالغرب لما بيقولوا انت من وين بقولهم انا من سوريا من الهلال الخصيب من تلك المنطقة من العالم بقولولي عربي بقولهم لا سوري 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 سوريا سورية خلصة مش محتاجة مش محتاجة القصة يعني كتير كلام فالقصد انه الحضارة موجودة يعني مش محتاجة اهاي بغض نظر طبعا عن الحروب الحاصلة هنا وما شابه ذلك هاي امور اانية او وقتية بالنسبة للفكرة التانية انا كنت رح علق عليها بس باخر مداخلتك ذكرتها وشيء جيد جدا انك ذكرت انه اختلاف الاساليب بمعنى ايش انه لما احنا بنقول ممكن يحصل اصلاح في الاسلام مش مستحيل هذا لا يعني انه احنا بدنا نصلح في الاسلام مش معنى احنا احنا المصلحين لا ها الشيء انه المسلمين اشتغلوا اصلحوا انتو الاسلام بس احنا رح نحارف الاسلام مش مش الموضوع احنا رح نوقف لا انا بالنسبة لك فراس رح اضل انتقد الاسلام ورح ابين شو هو الاسلام ورح أحكي كلام اللي عندي ولكن هل المسلمين إذا أرادوا يصلحوا الإسلام غير قادرين؟ لا قادرين بس هاي الفكرة فكرة بسيطة أظن فهذا رأيي باختصار يعني ونشجحهم وننقذهم فوق الكل المسلمين نشجحهم وننقذهم نرجع للمسألة الكره الغرب أنا لا أكره الغرب وإنما أكره إن بلدي يصبح الغرب همثنين؟ يعني أنا بالعكس احترم الغرب ويداف على روحه واموره وعلى عيني وراسي في بلدي أما يجي يقضي على حضارتي أنا مثلا ناخده العراق العراق أنت مثلا أكيد تعرف العراق العراق الآن يمكن خطر إيران دخلت فيها وكذا يعني غزان الغرب علش هم رجعوا للأصول هم اليونانية الرومانية علش العراق ما يرجعش وصوله البابلية السومارية ويبني من غديك حضارته حضارته الإنسانية علش مجبورين بش نلبس علش ما نطوروش اللباس متاعنا بش نردوه اللباس يعني مميز يحافظ على الخصوصية متاعنا علش الأكل متاعنا بدا ينتهي يعني انتهينا يعني حتى أكلنا ما عدش نكلوه فينو الخبز العراقي فينو الأكل العراقي فينو يعني هو قاعد يقضي علينا راب هذي معطى النقطة جدا مهمة واتفق معاك في المسألة يعني أنا لا أكره الغرب أحترم الغرب هو ذكر أسلوب عيشه ما نجيش ندخل فيه أنا بش نرده كيفي وإنما هو ما يردنيش كيفه على خطر الاختلاف البشرية لو تكون هناك عولمة تكون بالتنوع مش نولي ولكنا نلبسه كل غرب ونعمله كل غرب ونأكله كل غرب بل كل إنسان يعمل الحضارة متاعه وكل إنسان عنده حر بش يمشي يعيش كما الغرب ولا كيف نحن وربي نجم يشي يعيش معنا يولي كيفنا وحنا نجم يشي يعيش معنا وكيف نندمشه اللي عنده مش فيه حضارة يقود فيه حرية كاملة لجميع البشر هدي هي الفكرة متاعي الأخ كان بش يتكلم الأخ شاسمه عمير الصعب عفوا أستاذ كريم أنت تطالب من المسلم التعايش وياك اليوم التفهم والتعايش تطالب من المسلم اليوم أن يتفهمك وأن يتعايش معك هل تريد من عنده أن يتفهم بأن القرآن كتاب بشري وأن الكتاب الكافي عند الشيعة وصحيح البخاري هن كتب تحت الكراهية هذا السؤال الأول إليك شوه سؤال عابد يعيش سؤال من فضلك أنت تطالب من المسلم اليوم الفهم والتعايش معه اللا ديني تطالب من عنده النقطة هاي بالتحديد بأن يتفهم بأن القرآن كتاب بشري وأن الكتاب الكافي وأن كتاب صحيح البخاري كتاب تحت على كراهية هذا فيما يخص مسألة اللي حضرتك ذكرتها التفاهم والتعايش الشغلة الثانية اللي أنت ذكرتها أنت ضد مبدأ القوة هل اليوم أستاذ كريم مؤمن بأنه لو لا فرض القوة لا استمرت العبودية في السعودية لحد يومنا هذا يعني نحن نعرف أنه لو ما تدخل الأمم المتحدة بإبطال مبدأ العبودية في الخمسينات أو الأربعينات ما ذكر تاريخ بالضبط لكان اليوم العبودية موجودة لحد هذا يومنا هذا صحيح هذا الشيء لا ونفس الحالة أنه بعد زيارة ترامب للسعودية بدينا نشوف الإصلاحات هذا يثبت بأن التدخل الأمريكي جاب نتيجة أنت ضد مبدأ القوة هل أستاذ كريم يؤمن بأن المجرم علينا أن نكون متعاضفين معه ونعرفين من العقاب أما في خصوص مسألة لماذا لا يرجع العراق اليوم الحضارة ما دام موجود شيء اسمه تاجر دين أو رجل دين لا يمكن الإنسان المسلم يرجع إلى حضارته يعني اللي يقرأ التاريخ ومثل ما ذكرت كنت سيد العارفين محمد كان شخصية أحلامة بسيطة أن يكون سيد قريش أن يكون سيد مكة كان كل همة اليهود المدينة لكن خلفاء اللي إجوا من بعده أبو بكر وعثمان وعمر يعني الدولة الدولة الإسلامية لم تتشكل إلا في فترة حكم عمر عندما احتل بلاد الشام والعراق عندما دخل إلى بلاد فارس وافتهم المفاهيم اللي أساسية لتشكيل الدولة هذا الشيء استاذ أنه الحلم الاستمرارية جبت من بعد محمد أنه محمد كان أحلام بسيطة لكن الجيل اللي بعده حسني أنه هذي شغلة حلوة تجيب فلوس حلوة أنه سنكون إحنا أسياد العالم بدل ما نكون أسياد قريش وهذه الأجيال نشوفها قامة تتواتر لحد يومنا هذا نشوف أنه رجال الديني اليوم يرتكزون على تخلف الجهلة من الشعوب ومسيطرين على عقليتهم وثرواتهم ومصادرهم جميعها فاليوم بما أنه تاجر الدين موجود اليوم ويانا عايش لا يمكن أن يشوف أي نتيجة لإصلاح هذا الإسلام وما عدا دفقة اللي ذكرتها قبل قليل أنه الطرآن بحث ذاته موجود ليانا لا يمكن إنكار هذا الشيء هل أنت اليوم وفراس ذكرته نخبة أنه إصلاح الجزل أنه المسلم يفهم الشغلات هذا الإصلاح الجزئي المسلم نفسه إذا ما يتحرك من ذاته ويكتشف أنه القرآن بشري أنا أعتبر هذا مو أصلاح يعني المسلم اليوم يقعد وهي إنسان لا ديني أو يتعشى بيت إنسان مسيحي وهو بداخله مؤمن أنه القرآن كتاب إلهي أنا أعتبر هذا المسلم عرضا لأن يرجع إلى إسلامه في أي لحظة هذا ما أعتبره أصلاح هذا أعتبره أنه مسلم بعيد عن دينه لكن تشكل خطورته عندما يتقرب من القرآن أو يتقرب من دينه في أي لحظة ممكن رجل الديني يثير في مسألة إنه عذاب القبر أو الموت يجيك وإنت لا تحتسب هذا الإنسان رح يبدأ يعمل الآخرته رح يبدأ يتقرب إلى الله بتفجير دفسه فاليوم المسلم المعتدل هو قم بنا موقوته في حالة أي لحظة ممكن تنتاب ممكن أجاوبك باقتصار أمير وأستاذ كريم يعقب علي شوف في فرق بين مسلم معتدل وبين مسلم إصلاحي في فرق المسلم المعتدل اللي هو اللي بيجي بيطبق أمور بالدين وبيترك أمور بالدين يعني الدين بالنسبة له زي شوربة هذا قنبلة موقوطة لا شك لا شك إحنا عم نحكي على المسلم الإصلاحي اللي هو شايف إما أنه الإسلام بالنسبة خاصة للتشريع وبالنسبة له الأمور السياسية هو هاي أحكام كانت في زمانها ولا يجوز تطبيقها اليوم وهذا الفكر فيه كتير ناس عم يحاول يزرعوا بعقول الناس زي أحمد سامي نوجه له تحية وفيه النوع تاني من المسلمين الإصلاحيين اللي هو أصلا يفسر الكلام بغير معنى خالص هدول الاثنين لا مش ممكن يرجعوا زي ما كان وإنما المسلم المعتدل آه بيرجع اللي أنت عب تحكي عنه اللي بيقوة بيطبق أمور ومش بيتطبق أمور فلازم نفصل بين الأمرين ونقطة تانية إحنا مش إحنا أمير مش إحنا اللي بدنا نصلح المسلمين أو إحنا بنا نقولهم تركوا شغلات ومش عارف إيش هذا شغل المسلمين الإصلاحيين اللي هما بدهم يعملوا هيك إحنا بس عم نقول ممكن يعملوها يعني قليل أنهم يعملوها ما فيش مشكلة أما أنا بالنسبة لي كملحب لا أنا رح أبين له شو هو الإسلام ورح أحاول أطلعه من الإسلام كله على بعضه مش رح أقول له والله آه تعال صير مسلم إصلاحي لا أنا حنتقده زي ما قال لأستاذ كريم رح أنتقد حتى الإصلاحي بس أنا عم قول يقدر فقط مش عم نقول شي تاني فضلوا أستاذ كريم كما قلت فما هناك فرق من بين المسلم الجاهل لي دينا يعني ما هو شي يطبق في دينا وذلك علشانا في القناة نقول تعالي المدير ربكم أول حاجة لازم يعرف المسلم شنو دينا من بعد لا يعرف دينا كما هو يشوف أنا مثلا ياسر أشخاص صدقني جيت نحكي معهم نعرف فيهم في دينا وقالي ليه هتا صحيب فمشي مذهب أسهل نقول له وي موجود هاو ماذا بهذا أسهل ماذا بهذا أسهل تجم التبعه فمتا إذن هذاك المسلم أنا وقت كنت إسلامي صدقني الأخ أصبر الأمير كنا وقت كنت إسلامي وقت كنت مع الديرانيين كنا نبحث على الناس اللي موجودين في البارات اللي ميعرفوا شي من الإسلام هذوك ما اللي تم التأثير عليهم هذوك ما قناة بالموقوطة هذوك ما أكبر اختر نمشي نبحث عليهم اللي يبحثوا مثلا على الفساد ولا كذا ولا مخدرات ولا صريق مثلا أنا وقتمشيت لفرنسا قلت لهم فين بش نعمل الدعوة والتبليغ قالوا لي امشي للمناطق الساخنة اللي فيها تجرام هذيك هي البلاسة اللي تلقى فيها الواحد أما الإنسان اللي كما قال الأخ في راس يعني اللي عنده نظرة أخرى هي مسلة وعي رأى مسلة وعي عندما يكون عندك الوعي وعندك تفسير آخر وجهة نظرة أخرى للإسلام مستحيل ترجع مستحيل مدام أنت عشت الإسلام يعني كما المتفتح ما ترجعش هذه مع أنت النقطة جدا مهمة وجاوبك الاختراس عن مسلة لازمك تفرق نوعين من المسلمين أما بالنسبة للقوة تقول لي مثلا الاستعباد هم حتى لتوا علاماء الدين لن يحرموا الاستعباد ولن يستطيعوا أن يحرموا الاستعباد لا الأزهر لا قبم لا حرم منش يحرموا صحيح فرض عليهم بالقوة ولكن في السعودية توا ما زالوا يستعبدوا في الناس عن طريق الوكيل وغيرها 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 إذن حتى مثلا الضغوطات متاع ترامب صدقني يمكن أن الشعب الشعب يثور على الملكية ويطيح الملكية هم النسالي قالوا لهم يسوقوا وشكون طوال المرأة في السعودية تنجم تمشي تسوق سيارة إذن القوة عمرها ما كانت حل القوة يمكن أن تكون مساعد أو حافظ أما الوعي الوعي وذي مهمتنا أحنا كمرتدين على الإسلام ومهمة المصلحين اللي هم يحضرون للناس بشي نجم يسمعونا إذن نجم نقولوا أحنا ما لزمناش نسكروا عليهم الباب نقول لهم لا يا أما تمشي والداعش يا أما ما كنش مسلمين لا خليهم بشوية بشوية هذي حالة بالنسبة للسؤال الأول اللي قلت مع أنتها أنها تقنع المسلم أنها القرآن ماهوش من حند الله هو لم يصل بعد بشي يفكر في القرآن هو شي طبيعي يعتبر القرآن من حند الله ولكن تعطيه تفسير أنت آخر من القرآن من بعد يمكن يوصل يفكر هل هذا متعب شر ولا إله إذن هي رهي مراحل وأنتو ما تعرفوا لكلكم وأنتو ما كنتوا مسلمين ما خرجتوش من الإسلام دفع واحد في الأول بالشوية بالشوية وبشوية بالشوية أحنا هذه المرحلية اللي قدت إلى خروجنا من الإسلام يجب أن نطبقها على الشعوب بتاعنا وعلى عائلتنا المسلم أنت ما تنسلوش العداء وتحترموا وتقولوا أنت مسلم عادي وأنا ملحد عادي وما تحاولش تقنعوا خطر كثير من الملحدين يعني يبدأ يعمل أسلوب الهجوم ضد المسلمين ورغم أسلوب الهجوم سيدا ممتاز خطر فما أسلوب الهجوم يأثر إذن هما شفت كما يقول لك اختلاف أمتي رحمة اختلاف الملحدين رحمة لازمنا نكون ولي يعطي ولي أيد ولي هذا كهو من جميع النواة هذا هو وجهة نظري أنا نأيد الجميع كريم أشارك ريديو من الرشيد أريد أريد رأيك فيه لو سببت بس لحظات هي فكرة التعطيل ليس فكرة الإسلام الإسلام سيتم تعطيل معظمه غصبا أحلم أحلم سيبقى الإسلام التقصي صلي وصن وروح للحج وعمل بعض التقوس العيد عيد الأضحى مثل ما يحصل الآن في الكثير من البلدان ستعطل الشريعة غصبا عنهم وستعطل فكرة الخلافة غصبا عنهم وستعطل فكرة الإسلام دين ودولة غصبا عنهم وسيعيشون الإسلام التقصي وهذا ما سيحصل يعني سيكون مجبر أخاك لبطر ينبع أن يؤصل لها الآن أحسر يتبنوها هما أن تفرد عليهم من خلال الدروف أغلبية البلدان الإسلامية الآن لا تطبيق الشريعة لماذا هم مجبرون وليس اختيار عن وعي وعن تنظير وعن كتابة اختيار واعي هم مجبرون لكن لو سألتهم هل تريد تطبيق الشريعة الأغلبية الصاحقة ستقول نعم همان إشكالية كبيرة جدا أن الإصلاح مستحيل أن يحصل دون قاعدة شعبية ما رأيك كريم نعطي رأي بالنسبة لي هل رأيتم وقت مثلا النهضة الأوروبية هل رأيتم وقت النهضة الأوروبية واحد أوروبي إنجليزي ولا بريطاني ولا بريطاني ولا فرنساوي ولا حاجة يقول لهم المسيحية مش باهية راهوا الإسلام باهي وقتا كان الإسلام يعني عنده قوة فهمت مستحيل هو ما عندهمش الخيانة أحنا مع الأسف اللي من أصور الشرق الأوس في شمال إفريقيا الخيانة تجري في عروقنا فهمت دائما ما نحاولوش نحلو مشاكلنا وحدنا هذا الشخص وذوما ثلاثة الأشخاص بالنسبة لي أنا خاوانة صراحة خلي اللي أنا شخص خلي من شخص أنا عاوز رأيك بالفيديو لو سبب لا 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 قلت أنا رأي قلتك رأي هذا يعطي بالقوة وكذا يعني فكرة العامة فكرة التعطيل شو رأيك بها نعم فكرة التعطيل شو رأيك بها ما يعطلش مش هو يعطلش مدخل رب وهو هذي أمورنا احنا أمورنا تكون ربك كنتي بيش تعطل ولا بتعطلش ماكفي ربك يا سيدي يحنا نحب ونعملوا قانون يا سيدي في بلاد نايت اللي حبي يطبق شريعة ونكتبوله في البطاقة التعريف يطبق شريعة أمورنا ما تفرضش يا سيدي الشريعة عن ناس الكل أنا نحب نعم عننا قانون مدني الناس الكل يطبقوا واللي يجي للمحكمة مش يطبق عليه القانون المدني يقول لا أنا نحب نطبق الواحد يعني يقول محامي يمضي يطبق شريعة أموره مش يطبق تفرض علينا وتعطل وغصبا ولكلام هذا المنحط زعم زعم من فوق لا يا سيدي فهمت أنا بالنسبة لي الأشخاص هادهم فهمت بالنسبة لي أنا شخصيا أهم عندما مش عندها رأي هذا الشخصي أنا بالنسبة لي المشكلة متاع الإسلام هي مشكلتنا أحنا ما عنده حتى رب واحد يدخل فيها مشكلتنا كما الغرب طور روحه وكور روحه وبناء حضارته أحنا لازمنا نطوره وإحنا ولبني وحضارته وما لش ناخذ الحاجات الباهية اللي نحب عليها أحنا وليتناسب الطبيعة متاعنا والحضارة متاعنا والتاريخ متاعنا الطوير هذه هي نقطة معمت مهم بالنسبة لي هادهم أشخاص أنا ما نشوف همش أصلا فهمت لا أنت بعين أخذوها بيعوا رواحهم بيعوا وديمامهم حتى فكرة التعطيل يعني ممكن تؤمن بالتعطيل بس من داخل العالم الإسلامي وليس من الخالق أمورنا 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 لا هذا كما هو قتلك أنا قتلك النسخ النسخ مثلة النسخ فهمت مثلا نضرب لك مثال كما معتقال هالأخ تراس مثلة إنها لا يجوز الحرب إلا تحت راية معصوم وهذاك عليش تعتبر نظرية ولاية الفقه اللي تم فتحها في لبنان ثم بالإمام الخمين هي أكبر خطر أكبر خطر الشيعة داخل الروح في معنى حكبير يا سف ولاية الفقه الخاص يا والدي هذه أكبر خطر ودك شفت الإرهاب اللي موجود صدقوني لا شيء قدام الإرهاب اللي بش ننتظروه من الشيعة في المستقبل حتى كما يقولوا في الكتب متاعهم يوصل الدم للرقبة الخطر متاع الشيعة ألف مرة خطر السنة ما همش منظمين ما عندهمش أردوتوكسية ولاية الفقه هذه معنى موضوع يا سال لازمنا نحكيو فيه ليعرفوا نظرية الفقه لازمنا ننبه المسلمين وننبه العالم متاعنا اللي من العالم الإسلامي هذاك علش أنا مثلا هنا مثلا في الغرب دي ما يتنرفزوا مني يعني يطلع لهم الدم الأوروبيين سفة عامة وقتا نحكي معاهم ويقولهم أنا ملحد من خلفية إسلامية نحبوا هايش كلمة خلفية إسلامية قلت أنا مش تحب نقول لكم خلفية مسيحية يونانية خطر هم يقولوا خلفية مسيحية يهودية فهمت أنا من خلفية إسلامية يعني نحاصل على طبعي عندي طبع اللي هو يختلف عليكم وانا ما ندخلش فيكم وانا ما ندخلش في ونحترموا بعضنا وما كش تعاملني من الفوق نتعامل معاك كإنسان شنو فرق بيني وبينك وبين فيراس وبين بدل ومن بين أوروبي ما فهم حتى فرق لكنا بشر ولكنا نخمو ولكنا عنا العقول بتاعنا متل تعاملنيش من الفوق وتعطيني الأوامر بتعطينيش الأوامر خلي عندك أوامر بتليه كل شعب أما شعبي يخصني أنا فقط هذي مع أنت وجهة نظري أستاذ كريم بس تعقيب بسيط أنا جدا بشكرك على هذه الكلمة جد يعني أنا تفاجأت بمفاجأة كبيرة جدا أنه بعض الملحدين اللي عايشين هون بأوروبا وقفين مع الأحزاب النازية الأحزاب النازية حتى الملحد إذا جاي من الشرق الأوسط تكرهوا يعني أنت أنت واقف ضد نفسك يعني يعني كيف واقف ضد نفسك أنا مش فاق يعني فيه ناس وصلوا لمرحلة أنه أنا ضد الإسلام ففهموا الموضوع غلط أنا ضد الإسلام مع أنت أنا مع أي شيء ما بيصيرش الحكي يعني أنا أنا تفاجأت فيه وحدة بغض النظر عن الاسم مش موضوع شخصاني ولكن فيه بعض موجودين هون بأوروبا وبعرفهم تواصلت معهم وكذا وإلى آخره مع الحزب اليمين المسيحي المتطرف ومع الحزب المش عارف إيش ومع الأحزاب هذا الـ AFD والإلى آخره كارذة يعني أنت كيف واقف مع الأحزاب هاي الأحزاب هم بيعتبروا أنه هم عرقهم اللي بيخص وطنهم أفضل من كل الآخرين حتى من الأمريكي يعني النازي الألماني بيشوفها الأفضل من الأمريكي حتى أنت واقف مع هيك حزب بهيك عنصرية بهيك جهل وإحنا بنعرف العرق كزوبية زي الدين لأنه عرق كلها متداخلة واقف لي مع هذا الحزب كيف يعني أنا مش فاهم حتى طب نفسك من الحريات الشخصية يا سيد شعرس بغض النصرية مش حريات شخصية أطلاقا سلبي سلبي لكن الجزء من الحريات الشخصية بس أحب أخوة الدقيقة رحب أخونا الحبيب أبا الحكم بن كثير كريم أبا الحكم عراقي سلفي سابقا ملحد ثان وصار ناشط في السنوات الأخيرة وتعرف قناة إنسانيون فأبا الحكم إذا عندك مداخلة تفضل إذا كنت معنا تشاهد أو نستمر مع الأخ كريم وإذا عندك مداخلة فيما بعد تحب تدخل الآن ولا لا بالبداية إذا عندك سؤال أنا جهز أسلم عليك وعلى الأخ كريم وفراس والصديق نامير يعني شفت جسم الحلقة يعني عذرني إحنا كانت انتفاق نساء عشرة وانت غدرت بيها يعني يعني فهم بالوقت بين وقتي ووقت كريم ووقتك دفعوا لك أكتر أسلحوا لأكتر فبعد تحلي أطلع يعني لما يجي دوري طبعا أحب كريم يؤمن بإمكانية إصلاح الإسلام وعاوجين أسأل إذا أنت تؤمن بإصلاح الإسلام أو لا ما هي نقاطك وممكن تتحاور مع كريم مش أنا أصلح الإسلام إنما موافق إنها المسلمين يصلحوا الإسلام بتاعهم كريم أنا أسألك هنا خلي الأخ أبو الحكم يخضر أسألته هذا الإصلاح هل ممكن أن يمس القرآن حتى لو كان من الداخل هل سيمنسون بالقرآن بأجزاء من القرآن بآيات بصور لا يمكن حذف أي صورة أو أي مستحيل وإنما تأوينها يعني جبالي آية النجس إنما المشركين النجس في أولوها إيش يعملون يعني يحسروها في الإطار الزمني تحت راية معصول تحت محمد فقط جيد أخر الأباضية لم يأخذون يعني ما الذي نجحت فيه الأباضية والتربية فقط وحل القرآن على جنب كيف نجحوا في هذا الأمر ويمكن تتخذ الطواقف الأخرى أرنس هم أعتبروا كل ما هو موجود شريعة في الإسلام هو خاص بمحمد فقط أو بخليفة المسلمين مدام ما فمش خليفة المسلمين يجمع العالم الإسلامي الكل معنى خليفة المسلمين يكون معصوم هم يقول فهمت إذن هم يأخذوا من القرآن يعني ويقرأ آية الجهاد وكل شيء يقرأها كحادث تاريخي لا يقرأها كهي وقت الآن بل يأخذ من القرآن كل ما هو عبادات فقط وتسامح فقط الباقي لكل أحداث تاريخية كما اليهود يقرأ التوراة إذا برأيك بظل هذا الإرهاب الإسلامي في أوجه الآن من يقوم بهذا المبادرة حكومات لازم الحكومات لا تريد حكوماتنا لا تريد لماذا لا تريد لأن وجود الإسلام وجود الإسلام هو اللي يسمح لهم بش يكونوا أولياء لنا تحت إمارة دول أجنبية هذه هي المشكلة هنا لدينا مثلين مثلين كبيرين يعني مصر والإراق مصر بالأسر إسمع العراق النجم نقوله يعني ملك إيران راو منتهد هذا النقطة يعني صار الكعبة الجديدة هو الحسين والحد العراق العراق مع أنتها أكبر غلطة عملتها أمريكا هي غزو العراق أكبر غلطة هذا هذا موضوع آخر موضوع كبير العراق موضوع بوحد وفرنتها يعني أما بالنسبة المصري المصر نفس الشين علش السيسي ما عندوش سلطة بش يضغط على الأزر بش يصلح الإسلام هيك السعودية وعملتها علش ميعمل هاش يسعدوش ميسعدوش المشكلة يا سهل أحنا شعوبنا شعوبنا ماهيش واعية ماهيش عارقة ماهيش ماهيش واعية ما عنداش الواعي السياسي ما عنداش الواعي السياسي كريم المبادرات الأخيرة من تونس يعني توزيع الميراث في تونس وبنفس الوقت نعرف أن تونس من أكثر البلدان اللي بعثت مجاهدين للإراق وسوريا ما هذا الاختلاف؟ هذا الاختلاف هو مثل أن في تونس هناك نوعين يعني من الشعب هناك ما يسمى الشعب اللي يتربى على تربية بورجيبة مثلا بورجيبة ما عملش العلمانية بالقوة وإنما أول مثلا نضرب المثال في الخطاب متاع وبعد الاستقلال قال لهم محمد اسمح بالإفطار في الجهاد وإحنا في حالة حرب ضد الفقر إذن يجوز لكم أن تفتروا في رنفان جابنهم تاوي أقنعهم به لعبات لكم فترة فهمت؟ يعني هذه هي المثلة 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 المهمة جدا أن تونس تونس فما جيل بورجيبة اللي هو مثل 60% وجيل الإسلاميين اللي جاينا من الشرق والنهضة والإسلاميين اللي مشاوا، علاش مشاوا أكثر وحود لسوريا؟ تعرف علاشها؟ الهدف أن الجناح الإسلامي عندما عمل اتفاقية لحكم تونس والعودة إلى تونس يجب أن يتخلى على جناحها العسكري لو يتركوا الجناح العسكري في تونس سوف يعطل العمل السياسي لحركة النهضة فلهذا حركة النهضة عطعتهم فلوس بمساعدة تركيا لإرسالهم لسوريا أرسلت بالآلاف إلى ليبيا وإلى سوريا فلول أرسلتهم إلى ليبيا من أجل خدمة مصالح الغرب لإسقاط القذافي ثم أرسلهم لسوريا نفس الشي لخدمة مصالح الغرب نفس الشي يعني حركة النهضة هي حركة عميلة إسلامية صحية عندما اخذيت الحكم في تونس بإذن غربي أرسلت جناحها العسكري إلى ليبيا وسوريا هذاك عليش تلقى مثلاً اللي بتوانسر كل في سوريا فقط عندي السؤال إستاذ كريم إذا تسمح لي عندي سؤال الحضرتك إذا تسمح لي في حالة اليوم أتاحت الفرصة لإستاذ كريم إنه يصلح الإسلام يعني المسلمين اليوم جميعهم خولوك بإصلاح الإسلام ما هي الخطوطة التي سوف تمشي عليها يعني أين تبدأ وإلى أين تنتهي وما هي المراحل الخطوات المسلم اليوم اللي يسمع كلامك ويحاول إنه يصلح الإسلام شكراً أمير يعني الآن كريم العبيدي رئيس جمهورية تونس لا في الحقيقة ما عمتها مثلت أنا عندي عندي خطة كاملة لإصلاح الإسلام بل عندي عبارة على رسالة عملية عندي رسالة عملية للعودة إلى روح الإسلام روح الإسلام أنا بالنسبة لي شخصياً إن الفكر الإسلامي الإسلام حد ذاته أو ما يسمى بالديانات الإبراهيمية عندها روح الهدف إمتاعها كانت هو استقلال الشرق الأوسط على السيطرة الفارسية الرومانية أو البزردية لهذا هما خلقوا هناك الديانة الزردشتية في فارس الذي تريد أن تغذر العالم وهناك الفكر الأوروبي مع الفكر متع اليونان والرومان اللي يحبوا يغذيه العالم الشكون جايهم في ثنيا متاحهم جايوا في ثنيا متاحهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحنونة هاو مر داخل هذا هاو مر داخل هذا هاو مر داخل هذا هاو مر داخل هذا تأخذ استقلالها على الغزو الفارسي والغزو الأوروبي إذن أحنا نرجع إلى هذه الفكرة الفكرة هذه الأساسية هي ما تدخلوش في ربنا كلها وفرواحكم وحدودكم فرص يقعد في الفرص الأوروبين وقعدوا في الأوروبين واللي يحبكم يجيكم متجوناش إذن بالنسبة لي أنا أرجع إلى الفكر العميق الفكر السوماري والبابلي والفرعوني ما يسمى حتى مثل فكرة فرعون راهي من أعظم الأفكار راهي فكرة فرعون يعني إنسان رب رب يعني فرعون هو كان رب هي صحيح تتمثل في فكرة فرعون هو وتخذها حتى المسيح يعني المسيح فكرة ابن الله يعني أحنا الرب أحنا خلافاء وهي بجابة الإسلام خلافاء الله على الأرض ولكن لا نريد أن نحتل أي إنسان في منطقتنا فقط خلافاء في أرضنا في منطقتنا إذن أنا بالنسبة لي نعود إلى الجانب الإنسان العميق اللي أنا نسميه الغنوسي الفطرة متاعنا الطبيعة متاعنا رو أحنا مهما كان مهما كان صدقوني أحنا أرحم أحنا حتى مثلا وقتها نعمل العجب والإرهاب وكذا يعني شوف قوة الإيمان اللي عنا أنت تصور هذاك الشخص لو أنا معناتها واحد أوروبي بداي يسبب في المسلمين وكذا وانا ساعة ندافع المسلمين مع أوروبي ندافع المسلمين قلت له قال يملأ إرهابيين وكلهم إرهابيين قلت له تصور كلا هناك مخلوقات فضائية هجمت على الأرض المسلمين هم اللي بشي منعوك لو يعملونهم عملية انتحارية فارجروهم الكل إذن أحنا عنا روح الإيمان عنا عمق الإيمان هم عندهم السطحية عندهم العقلانية أحنا عنا نفس نفسنا قوية إذن أنا لو معنات هو موضوع معنات طاويل كيف معنات بالخطوة بالخطوة هو العودة إلى روح الأجيان أو روح اللي هو الأساس منتع الإنسان المنسجم قد رأى هو الإسلام في الحقيقة أنا بالنسبة لي الفكر الإسلامي تم تزويره من طرف محمد في المدينة أصل الإسلام هو الحنفية واللي هو معنات إسلام زاد مسيلمة يعني مسيلمة عمره مهسيب عمره مهسيب شنية الحنفية هي معنات مثلك إن الإسلام معنا الإسلام هو الاستسلام ليس لمحمد ما جاءكم بمحمد فخوضوه ما نهاكم عنه فانتهوه إنما الاستسلام للطبيعة احترام الطبيعة احترام الحيوان احترام الإنسان احترام الكون الانسجام مع العلم مع التطور من هذه الناحية نجمه نعمله خطاب للعالم الإسلامي ما غير ما يخرجهم على الإطار الروحي متاعهم هذاك علش أن الفكر متاع مثلاً ابنه عربي أو الحلاج روعة يعني أو معنات غير معنات روعة 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 علش على خطر ما يسمى بواحدة الوجود يعني أحنا الله ولا ما تحلش عندما يقول عندما أكون أنا لا يكون الله وعندما يكون الله لا أكون أنا وأنا الله إذن نزلنا نخلق هذه الفكرة في المجتمعات التانية بشتخطر أحنا شعوب محتاجين إلى إيمان ما نجموش نخلق للشعوب صراحة نحن حتى ملاحدين مؤمنين نجموش نخلقوا ونكسروا فكرة يومنا كان نجموش نخلقوا ويعيشوا حياتهم ما يقولونك أنا خرجت من المسيئية ما يمنش في ربنا يعني حتى ولو خرجنا من الإسلام ما نعرفه في ربنا يعني عندنا قلبنا حامي عندنا دمنا حامي ما نش مفكرو ما عنيش الأنانية ما عنيش الأنانية هذي ما عنيش وجهة نظر أما هو موضوعاً ما نجمونا عنه معسايا المرة المراحل الكل كيفاش ما عنيش يتم تطوير الإسلام بوجهة نظر ونقشوا فيه الموضوع يعني أنا أقول بفكرة وانتو ما تناقشوا الموضوع خطر تجيبوا لي أفكار يعني كل ما نسمع فيديو تجيب لي أفكار فأنت يعني مع أنتا واحد يستفيد عفوا أستاذ كريم بداية الحال هو مسمعش انت تقول بداية الحال هو الرجوع إلى الأصول الأصلية السومرية والتمازيغية والفرغانية لكن في هذه الحالة راح تلاقينا بوجهنا راح نلقي طريق مزدود بالقرآن وبقوم وبنجة وبالأزهر لا يمكن الرجوع إذا ما نوخر نبعد هذن الأشياء كيف نبعد هذن الأشياء وكيف نوصل إلى الحضارة وأصولنا كيف اليوم مفتخر أنه أنا سومري وليس المسلم والقرآن موجود وأصل الشيعي موجود النجف موجود قم موجودة لا ديني من أصول سنية كيف يرجع مثلا كيف عفوا المسلم من أصول سنية كيف يرجع إلى أصوله والقرآن موجود في طريقه أخي أنا برأيك لا يمكن الرجوع إذا ما نوخر الأشياء من طريقنا أمير القرآن ما هو غريب علينا رأى القرآن ليس تتصوره غريب علينا هو النجم يقوله خلاصة حضارتنا جانب فيه كبير ياسر خلاصة حضارتنا وأمثلة موجودة في القرآن مثلا موجودة هي مأخوذة من السومريا مأخوذة من الحضارة متعنا من منطقة متعنا هذه كلها احنا هذلك القرآن كيما مثلا القبانجي أصلوب القبانجي اما هو يا رايك فيه ماذاixíинки فيه أسلوب القبانجي قبانجي أعم لا أصلوب أحمد القبانجي طلع لك الآيات ويطلع لك عليها بس هل ترىع حماد قبانجي اليوم معترف باك هو رجل الدين في المجتمع الشيعي كي احنا نشجعوه وكي احنا نكفو معاه وكي جماع الكل يكفو معاه لازم عزل علماء الدين بصفة عامة تجع وقت تبعد عليهم الناس يضطر هو بشي بدل اذا احنا لازمنا نشجع الناس بشي بعدوا على علماء الدين وبشي فلموا القرآن كما هم يحبوا يفهموه اما انا نفرح كي نشوف انسان فهم القرآن واحد يقول له انتي طيب ماكش محتاج تقرأ تكتب تبحث فسر وعدك وشوف وعدك وهذه موجودة في الاسلام راو في الاسلام ليس موجود رهبانا يقول لك معانتها مش العالم الدين اللي بش تتبعوا نهار القيامة بش تتعلق من رجلك وعدك مش بش تقول له فلان قالي ولا فلان قالي احنا لازمنا فما اشياء في الاسلام تنجم تحت مدة عليها لابعاد المواطن المسلم العادي عن علماء الدين لان علماء الدين كلهم علماء بلاد من قراوي الجماعة الكل كل كل سقار وذلك كريم بما انه في الوضوع كبير حفوا في رأس هل تقول انه هناك كان عندك سلسلة افكار بالإمكان عملها سلسلة حلقات يعني تطوير الاسلام او تصليح whatever you name it بغض النظر عن الاسم هل هناك خطوات في مخك او بإمكانك عمل خطوات عندي خطوات ومذابية يكونوا بعض الاخوة معايا بش معانت انا خاطر مطرحتهمش مزد مطرحتهمش اما معانتها افوا ولو ابن شهرية يعني نصف شهرية او اسبوعية او شهرية نصف شهرية ممتاز نصف شهرية انا روني مش نطرحها في السلسلة تلتيجوات تاريخ المعتقبل يمزد ما كملتهاش يعني وصلت للزردة هل تطرح الفكرة واربع شباب من الشباب اللي كانوا الشباب يكون معانتها يناقش الفكرة من جهة اخرى خطر انا طوى شفت نحكي معاكم قدش من واحد جيب لي فكرة قيدة من الكل قيدة ماذا من الكل خطر الافكار مش ملكنا ارى وملك البشرية وراح نشوف شباب من خلفيها الشيعية وسنية هاي يعني احنا نجبنا نلقوا حل احنا نجبنا نتقرب مجتمعاتنا مجتمعاتنا نتقربونا مش ننصبو لهم العداء ونكرهوهم واحنا مع الغرب وكذا بس 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 يكرهونا ويقتلونا انا معاك بس عاوز اسم لانه في ملاحظة الان في تعليق من احد اخواننا عفوا منك كريم العبيدي بس الاسلام واضح ولا يمكن اصلاحه واي محاولة هي مخاطرة بعودة الدولة الدينية الاسلام لم يحرف من احد الاسلام هو مشروع محمد السياسي تقصد بالاسلام الثلاثي انتي بالاسلام متع محمد الملاحظة الكاتب هالاخ في التعليقات وجهة نظر هو مع انت نحترمه هو كشخص ولكن لا اتفق معه بإمكانك او بإمكان نعمل حلقة طروحات كريم العبيدي لإصلاح الاسلام خطوة رقم واحد ماهوش اسلاح الاسلام رقم واحد اسلاح عقليات المسلمين ونظرتهم للقرآن ونظرتهم للتاريخ هذا ونظرتهم للإسلام ثم فرق انا هذا كيفاش ننشوف فيه هذا كيفاش نشوف فيه هذا بشي يبقى هو هذا ماهوش بشي تبدل ولكن هل سوف اراه من هنا ولا من هنا ولا من هنا كيف سوف اراه وكيف يمكن ان اجعل هذا مع حضارتي اللي هو في الحقيقة ما هوش بعيد عني ما هوش بعيد عني هذا هذا القرآن ما هوش بعيد عني 1400 سنة وقبل 1400 سنة يحمل أشياء موجودة مثلاً أبسط آية مثلاً آية بتاع وجدت أباءكم على ملة وإنكم على أثارهم تابعين هذه آية قرآنية يعني ما أزلكش تتبع والديه لازمك ديما في تطور من القرآن بيدو نجم تخرجيهم كل شيء من القرآن بيدو ورأوا القرآن صدقني صدقني القرآن أنا معتها دارس القرآن ودارس القرآن على ضوة غنوسية رأوا فيه أشياء من غنوسية خطر القرآن هذا شو تقولك جزء من القرآن أخذ من عند مُسَيْلَمَ بعد حرب اليامامة بعد حرب اليامامة وقتل القرآن هم يقولوا قُتل القرآن في الحقيقة سركوا قرآن مُسَيْلَمَ ومسيدة ما عاش في الهند واخذها من الفيدية والغنوصية والفكر الغنوصي هو كان صحار كان يعتبر صحار يعني كان غنوصي إذن موجود في القرآن أشياء مهمة وتعلق شعوبنا بالقرآن هو تعلق لا شعوري لتراثنا القديم جدا من عهد السوماريين يا أخي اللي موجود في القرآن قصة نوع قصة كذا قصة كذا كلها موجودة عهد السوماريين هذا الدلالة مسلمة قصدك فيه مسلم بن حبيب صح؟ أي مسلم بن حبيب الحنب المسلمين اللي أطلقوا عليه هذا الاسم أهو ما أطلقوا عليه الكباب شهير الكباب هو الرحمن الرحيم على ما أظن أي هو محمد عندما جاب الدين التاء وقالهم إنه من عند الرحمن قالوا له نعرف الرحمن غير مسلمة فمتف بالضبط نعم إذن المسلمة المشكلة لازمنا رحوا أسمع فما نقطة مهمة إنه الغرب يعرف كل شيء يعرف قيمتنا وقترنا ويعرف تاريخنا ودارس كل شيء وموجود في الدراسات متاحهم أنا عندما ننشي المكتبة الفرنسية ولا المكتبة الألمانية صدقني نجد كل شيء وعظمت حضارتنا ولكن هو ما يقوله هاش يسكتو أما أنت كانت تحب تبحث تلك حاجة باهية في الغرب في الغرب ما يقول لكش شيء طبيعي ولكن كانت أنت تحب تبحث وتبحث عن تاريخك وعن حضارتك تلقى كل شيء وما يمنعكش ويشجعك أستاذ كريم ممكن كلمي على نفس الموضوع أنا مرة من المرات بتكلم مع بتكلم مع وحدة ألمانية فبتقول لي أنت من وين وكذا وهي كان اجتماع للسوريين وألمان وكذا وهي فقلت له أنا من سوريا يعني فقالت لي آه عربي كذا قلت له لا أنا مش عربي أنا سوري يعني فتسمت وقالت لي ها الحضارة السوريانية هي عارفة تخيل معانا ألمانية قلت لي حضارت لي وخطبوا كذا وهي صغطت شرح لي عارفة كل شيء عارفين هذا تأكيد على كلامك عارفين كل شيء هما عارفين كل شيء أحنا ليس عارفين وماذا بهم نبقى ومش عارفين قلت له مستفيدين مننا مستفيد مننا مثلا نضرب لك مثال نضرب لكم مثال بسيط كنت مع أحد الأشخاص معنات هالأوربيين قلت له أنتو ما تواهوا الغرب وامكانياتكم وطياراتكم وكاميراواتكم ما تنجموش تمنعوا الهجرة السرية هبايا واحد ما عندها في السياسة شنو كان جوابه قال لي لا ما نمنعوا هاموس قال لي هذوك ما يدخلوا يقعدوا خمسة عشر سنين يخدموا يد عاملة ما غير أي ضمان تصور يعني يموت يعني يموت توقع له حاجة قال لي احنا كمش نخدموا واحد أوربي عنده لوراق متاعه مش نخلص عليها ضامن اجتماعي وكذا وفمتوا تاقع وكذا هذوك ما يدخلوا احنا نخليهم يدخلوا خطرين يقعدوا يخدمون في الأسود ومعدهم يكلفون شيكل عبيد كريم انا صراحة وهي الفكرة في بالي بس الان الاخ معانا في الشات مشاهد احمد سامي مسلم مؤمن وعاوزك حلقة مع احمد سامي هو مسلم مؤمن ويؤمن بالإصلاح ايه مدديني جمعان هاتنا لكلنا هوني يقولوا ما ما نش بش نكلوه كرق منا نكلوش والله دعوة أبو علي أحمد سامي أبو عيون الجميلة انه يكون معانا ومتا كريم العبيدي حتى فعلا نعاوز هذه الحلقة وعاوز اراء اخوان الملاحدة واللادينيين ايضا فيها شباب في يدكم نقاط اخرى لأننا عارف الوقت سيمنع الصوت في مدينة كريم الآن وكلل الصوت اوكي الوقت معاك كريم ايه ايه خلاص نختموا الام ساعة ونصر عنها اوكي اذا تحبون اي ملاحظة او شي اخوان المهم بش نعاودوا لقاءات بسال هذه النوعة من النقاشات جدا مهمة لازمنا ننقوا حل للمشاكل نعم حل لازمنا نناقش مع بعضنا خطر انتي تعطيني فكرة فلان يعطيني فكرة وهذيك الافكار احنا نزيد ونطقوها بالفيديوهات متاعنا بش الناس تفهم اكتر كريم الاخ احمد سامي مشكور قبل الدعوة يقول يشرفني جدا اوكي دعوة سيكون تحت انتظاركم يعني تختارون الوقت واليوم المناسب ونستمر اوكي انتي قبل الثامنة الى الثامنة ماذا بيها من الثامنة وقبل الثامنة تغير الوقت عليكم ولا لا هذا الشغل اللي صارت اليوم حتى مع اخونا بالحكم اه صرت بوقع يعني وضع محرج لانه قديش ساعة عندك بالواتة الان عندي لعشرة ونص وامير عشرة ونص ايضا مين حكى مين حكى لانه تغير الوقت صار خمس ساعات طيب ارجو المعذر انا قدت الفكرة خطأ انه صار التوقيت الشتوي في حالة طالة لي انه توقيت الشتوي الان تغير وقت تغير وقت في المانيا لانه المانيا كانت زي وقت مصر الان صارت زي وقت المغرب وتونس صارت رجعت ساعة في هولندا في هولندا تغير ايضا حسنا خمس ساعات الفرق او ستة ستة ساعات المهمة قبل الثامنة ماذا بك من السادسة للثامنة ايام الاسبوع او الويكند فقط لا اي وقت انا دي ما نكون موجود السادسة حتى العاشرة دائما نكون فاضي شكرا انا سازبط اعلمني انفضي وقتي يعني مش مشكلة وماذا بيا مع انتا بعض الاخوة مع انتا يكونوا معانا ليقدر يعني يكون مع انتا الحوار اكثر تاري اكيد اكيد والله مرة اخرى كريم العبيدي شكرا جزيلا استمتع بالسماء مداخلة اخيرة ساب مداخلة اخيرة بس اجاب بالي مثال حلو كتير كأنه الشيء اللي احنا عبنعمله زي احنا عنا مثل يقول بين المطرقة والسندان الاسلام صار بين مطرقة الالحاد اللي هو احنا بدنا نحاربه ككل وسندان اللي هو انه الاصلاح اللي بيحبوا يقوموا في بعض الاصلاح ممكن يخترعوا اسلام خاص بهم او نظرتهم الخاصة للاسلام او ايا كان واحنا بنحارب الاسلام ككل بهالحالي هاي الاسلام الكلاسيك اللي احنا بنعرفه دايما بتناقص وبتراجع مهمة جدا زي ما بيقولوا كل الطرق تؤديه للطاحون يعني انا عارف كتير ناس تركوا الاسلام بسبب عدنان ابراهيم وسبب فلان وكذا مع انهم بيحاربوا الالحاد هذا الشيء غريب صراحة بس شكرا للك سهب شكرا السلام شكرا امير والجميع شكرا شكرا يا سيد كريم تحياتي يا شباب شكرا للمتابعة وسنراعكم الأسبوع القادم أحمد سامي وكريم العبيدي والحرب النووية شكرا الفكرية طبعا شكرا يا شباب تحياتي تحياتي مع السلامة شكرا